شاهدنا أهلا بكم 17 دولتنا بينها 6 دول عربية سيواجه سكانيها الموت والمجاعة بين يونيو وأكتوبر لعام 2024 لأن عدام الأمن الغذائي الحاد بسبب العنف المسلح والصراعات وتداعيات الإقليمية والظاهر الجوية أيضا فما تفاصيل وما هذه الدول هذا ما سنوضح لحضرتكم من خلال هذه التخطية خبراء الفاو وبرنامج الأغذية العالمية قالوا أنهم من المرجح أن يتضعوا ورق عدام الأمن الغذائي الحاد في 17 دولة أو إقليم ومجموعة إقليمية واحدة بين يونيو وأكتوبر لعام 2024 حيث وجاء في تقرير مشترك صادر عن منظمة الأغذية وزراع للأمم المتحدة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي أنهم من المتوقع أن يواجه أكثر من مليون شخص في فلسطين الموت والمجاعة هذا بحلول لمنتصف يوليو لعام 2024 فضلا عن أن مالي وجنوب السودان والسودان لا يزالون على أعلى مستوى من القلق كما حضر تقرير من أن التداعيات الإقليمية الأوسع في لبنان وسوريا يمكن أن تؤدي إلى تطاقم احتياجات الأمن الغذائي بالإضافة أيضا إلى أنه تم إدراق بوركينا فاسو وهايتي وجمهورية القانغو الديمقراطية وزامبيا وزمبابوي واليمن وملاوي وموزنبيك ومينمار ونيجيريا والصومال وسريالون وجمهورية أفريقيا المسطع أيضا تشاد وإثيوبيا كدول معرضة للمجاعة أيضا أفد تقريرا أن العنف المسلح والصراع لا يزالون السببين رئيسين لإنعدام الأمن الغذائي الحاد في العديد من بؤر الجوعة الساخنة فضل عن أنه من المرجح أن يؤدي هذا النزوح وتدمير النظم الغذائية وانخفاض إمكانية وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة للأتفاق مع دم توافر الغذاء والوصول إليها حيث نوه تقرير أن الصراع والنزوح يستمران بوتيرة وحجم مثيرين للقلق في السودان وذلك سيؤدي إلى تعميق العب على البلدان المجاورة التي تستضيف عددا متزايدا بإطراض من اللاجئين والعائدين خاصة في جنوب السودان وتشاد أما في اليمن في من المتوقع حدوث زيادات في تكاليف الشحن والتأمين وذلك بحسب تقرير حيث من المتوقع تؤدي تدابير ناجمة عن أزمة البحر الأحمر إلى ارتفاع تكلفة المواد الغذائية الأساسية والواردات الأخرى وذلك سيؤدي بالطبع إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية المستمرة والتي تفاقمت بالفعل بسبب انخفاض المساعدات الإنسانية بشكل متزايدا في الفترة الأخيرة وعدم القدرة على التنبؤ بها كما ستظل توطرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والشمال الأفريقيا فضلا عن موجات التصعيد الجديدة المحتملة تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي في عام 2024 من زيادة تكاليف الطاقة والنقل وأيضا انخفاض قيمة العملة وتحديات في تمويل الواردات الغذائية كما يمكن أن تمارس ضغوطا تصاعدية على الأسعار المحلية في العديد من البلدان الضعيفة لعام 2024 بالإضافة لأن ظواهر الجوية أيضا مثل الأمطار الغذيرة والعواصف الاستوائية والأعصير الشديدة والفيضانات والجفاف وزيادة التقلبات المناخية والجوية تظل دوافع كبيرة لإنعدام الأمن الغذائية في البلدان وقد شددت وكالات الأمم المتحدة على الحاجة إلى استثمارات إضافية في الحلول المتكاملة لضمان قدر أقبر من الأمن الغذائية لونا مشاهدينا تكون قد انتهت تغطياتنا نشكركم على طيبة المتابعة كنت معكم ملك ريان شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة